موسيقى 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 والله بدري بدري يا شهر السيام أول ما بتسمع المقطع ده المغنية بتعرف خلاص أنه السهر الكريم يعني أيام قليلة ويودعنا وزي ما يكون صناع الفن وصناع الأغنية يعني قديما يعني يحسوا بأنه لا زي ما بنستقبل هذا الشهر كمان حتى بنودعه بالفن وبالترحاب وبالأغنية بس الأغنية دي تحديدا أول ما بنسمعها تعمل كده وجع في القلوب هو شهر كريم بيعدي بسرعة شهر كده بتحس المائدة كلها العيلة موجودة الناس كده عندهم رحمة الناس الخير اللي موجود التكافل والترحم والشارع المصري الحقيقة بيبقى صحيح أنه شارع سهران 24 ساعة تقريبا الشارع المصري لا ينام في رمضان لا أحد ينام وكل الناس بتشتغل يمكن مش عارفة صحة ولا غلط بس إحنا بقى عندنا هذه العادات الناس بتشتغل يعني ما بتنمسو وهتلاقي شكوة عدم النوم لأنه الكل عايز يستمتع بالشهر الكريم يستمتع بالعبادات الصلوات الترويح القيام التهجد وكمان يصلي الفجرة حاضر وبالتالي يبقى عنده شغل كمان بحي القناة الأولى وقناة الحياة الحقيقة أمتعونا في رمضان الاتنين الحقيقة نقلوا للناس يعني صلاة العشاء وصلاة الترويح وبالطريقة المصرية عارف برضو إحنا عندنا زي برنامج دولة التلاوة البرنامج ده جميل جدا لأن إحنا عندنا طريقة في قراءة القرآن وطريقة في التلاوة نفسها وبنستعمل صوتنا بطريقة مختلفة فأعتقد برضو أنه يعني لما يكون صلاة الترويح وبتسمع الشيوخ بتوعنا والدعاء والناس اللي بينشدوا الحقيقة حاجة جميلة جدا والناس استمتعت الحقيقة بهذا المجهود الجبار لنقل صلاة الترويح يوميا والناس تستمتع ده غير صلاة الفجر فبتحس أن أنت حتى لو ما عندكش فرصة أن إحنا تروح الجوامع الجميلة الأزهر والحسين هي موجودة عندك في بيتك وفي وسط الناس تقدر تسمع وتستمتع وتقيم صلواتك وإنت شايف وحاسس في وسط عائلتك بكل التقوص الروحانية نبدأ أخبارنا النهاردة ونقول وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود المكثفة الاحتواء تدعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري وتخفيف طبعا تدعياتها على المواطنين وجه أيضا السيد الرئيس خلال اجتماع عقده مع المجموعة الوزرية الاقتصادية بمواصلة العمل على تعزيز النمو المستدام وهذا لكل النتائج وأيضا وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص وذلك في إطار الالتزام بمبدأ الاحياد التنافسي اللي بتتفهم الدولة والتحرص أيضا على تذليل كل العقبات التي تواجه الاستثمار في القطاعات المختلفة الاجتماع زي ما حضرتكم بتشاهدوا على الشاشة تطرق إلى عرض الموقف الحالي للاقتصاد العالمي فضوء التحديات غير المسبوقة التي تكتفت خلال العالمين الماضيين وتسببت أيضا في اضطراب سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية وتباطئ معدلات النمو على المستوى الدولي والمستوى الدولي كله بيعاني من هذه الأشياء مما فرض أيضا على العالم كله ضغوطا استثنائيا على معظم دول العالم متابعنا وبنتابع مزال يعني هذه التدعيات على كل الأزمة العالمية شهد أيضا الاجتماع عرض مؤشرات فيها مجمل أداء الاقتصاد المصري حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري عشرين اتنين وعشرين عشرين تلاتة وعشرين وتوقع تحقق نموه بنهاية العام المالي الجاري بنسبة تصل إلى أربعة واثنين من عشر في المية بالإضافة إلى استمرار زيادة الصدرات وانخفاض عجز الميزان التجاري وزيادة معدلات التشغيل كما تم أيضا عرض الجهود الجارية لدعم الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وأيضا تم مناقشة هذا أيضا في مواجهة التحديات والصعوبات الرهنة طبعا الصعوبات كثيرة جدا زي ما أنتم شايفين مش بس إحنا العالم كله الحقيقة يعني حتى لو تدير مؤشر الأخبار أنت على يعني كل دول العالم حتلاقي يمكن الخبر الأول والتاني والتالت كله عن الأزمات الاقتصادية والتعامل إزاي الدول معاها وأيضا إزاي الدول بتحاول أنها تحتوي الأزمات مع المواطنين علشان الجميع يعدي من هذه الأزمات فاصل ونواصل معكم أخبارنا الليلة وأيضا فقراتنا المختلفة في التاسعة أرجوكم عودوا إلينا بعد فاصل قصير تفضلوا يا أهلا بحضراتكم خلينا نتابع معاكم ما يحدث في عالم الدراما لأنه الدراما الحقيقة السندي من كثرة التنوع ومن كثرة أيضا الموضوعات المختلفة لازم أيضا بيبرز كمان النجوم كل واحد العمل مشهد اللي بيتقلق هنا أو يتقلق هناك فبتبقى الحقيقة مشاهد كتيرة ويبقى فرصة لأنه حصاد الدراما بتلاقي أولا كمية المشاهدة عالية جدا كمية الناس اللي بتقعد تحصد الأراء وكمية أيضا الناس اللي بتقدر تشوف الفنانين صح وتقول مين الممثل ده لا ده حامل دور جيد أو مين ده وأحيانا في عدد من الفنانين والوجوه لا يستقيم المشهد من غيرهم يعني تيجي تعمل المشهد فمش بس النجم هو الأساس لا في وجوه بيبقى مهمة وجودها ولو عملوا بقى هذه الجودة هتلاقي على طول أن المشهد بقى شكله عالي أنا عايزة أرجع معاكم لمسلسل دار بنار مسلسل طبعا يعني بيقدم فيه دراما وفيه سقرف سعيد وفيه رجال الأعمال والفساد وأشياء كثيرة جدا النجمة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العادي ومجد المصري ومجموعة كبيرة من النجوم الحقيقة كله بيتنافس من أجل أنه يقدر يقدم حاجة جديدة ومختلفة فنان دياء عبدالخالق من الفنانين اللي موجودين واللي أبدعوا في رمضان وليه بصمة الحقيقة لما حتشوفه مثلا في سوق الكنتو معلم وشرير وما تبقاش عارف أخريته إيه وشوية هنا وشوية هناك بس مبدع لما حتشوفه بقى فيه السعيد وإن هو بيحاول ياخد الطار ويعمل إيه في ضرب نار هتلاقيه برضو شخصية تانية يعني مختلف تماما وهي دي جودة الفنان أو الممثل أحيانا فيه ناس كتير جدا يحب يقولك قول علي الممثل لأن الممثل يعني اللي هو يوجيد الأدوار أيا كانت دور إيه الفنان دياء عبدالخالق مساء الخيل مساء الفل وأشكرك على المقدمة الجميلة والكلام الحلو ده لأ مع برضو الواحد يخاف منك أنت طالع يعني مش سهل أبدا يعني أولا تعالى نبدأ بسوق الكانتو سوق الكانتو أولا جميل وكواليسه جميلة وإنت في سوق الكانتو يعني ساعات أحس أنك طيب وربنا هيهديك وحتبق كويس وساعات أحس أنك يعني متلون يعني بتتنقل من الشر هنا للشر هنا تبقى للمصلحة أيها تبقى للمصلحة هذا صحيح ده جمال شخصية عوض واحدين سوق الكانتو أنه الشخصية مش شرير في المطلق ولا هو طيب في المطلق هو رجل بيدور على مصلحه أحيانا دماغه ونصايح المحيطين بيه اللي بيسمعها تكون رايحة في اتجاه شرير وبعدين بيستدرك أنه كان غلط واللي كان بيعمله ده غلط ومش المفروض يعمل كده وإحنا أسرة واحدة وعيلة واحدة حتى لو كان فيه تنافذ يا عمد أنت ضحيت ببنتك يعني في مقابل المصالح يعني من وجهة نظر الشخصية وخلفتها الثقافية والعصر الزمن اللي بتدور فيه الأحداث وده بيحصل جداً ها وده بيحصل بالنسبة له بنته هدفه الأساسي أنها تتجوز مش مهم بتتجوز حد كبير حد صغير إنما تتجوز وكانوا بيعتقدوا أنه البنت لما توصل 15-16 سنة لازم تتجوز لو قعدت لحد سنة 20 سنة ما تتجوزتش تبقى يعني فتها الأطر زي ما بيقولوا لا وفكرة أنه يأمنها وخلاص يعني ناية تتجوز معلم كبير لسطوة في السوق فده بالنسبة له نوع من أنواع التأمين بالضبط وده برضو ترجع لزي ما بنقول ثقافة الشخصية بغضاً ثقافة العاصرة بس كل شخصية بتختلف هتلاقي شخصات كتير ممكن خلفياتها الثقافية تختلف ويبقى تعديرهم للمواقف مختلفة أكيد انتهى التصوير في سوق الكنتو أكيد خلاص الحمد لله خلطنا أول مبارح الفيركس كان جامد يعني شفت حد كم نزل صور للفيركس فبيبقى بتيالي أحلى صور دي اللي هو انتهاء العمل خطوصاً لما بيقى الكواليس زي ما قلت الكواليس كانت جميلة الناس بتحب بعض بيبقى أعطينا هو كمان السوق نفسه جميل الواحد بيبقى عايز اللي هو ينزل يتمشى في السوق ده عارف الزمن التاريخ الديكور الإضاءة الحالة لا سوق جميل يعني مبارك لكم على المسلسل ده حقتك بقى على درب نار انت في درب نار شخصية ايه السعيدي الثائر رزق رزق الديب اللي أبو بيتقتل وبيعايز ياخد بطار وكده وهو مندفع بس زي ما بدأت مين الأول يعني سورت درب نار الأول ولا الاثنين كانوا مع بعض الاثنين في نفس السوقي أنا دايماً بقى عايز أعرف الحالة دي الفنان طبعاً المحترف بيعرف يفصل بس لو أنا رايحة بعربيتي الصبح درب نار وبالليل رايحة الكنتو أنا بقى طبعاً أنا كشفكي مش موسلة لكن أنا كفنان بقى بتفصل ازاي يعني تطعب بقى تعبان لو عندي في يوم واحد هنا وهنا ببقى لا ببقى داق جداً وبيبقى بقى أولوم بلاش يعني أرجوكم بلاش يولي طب مش هتصغير مش يعني أولوم يعني فبقى مضطر لأنه دي ظروف انتجية هل بيفصلك هنا التقس يعني انت بتدخل سوق الكنتو الديكور الزمن كده بتلبس ملابس الشخصية بتروح للشخصية للشخصية دي بتبقى مختلف مع المعلم وكده والتاني بيفصلك لما بتروح أعتقد انت معظم مشاهدك كانت في السعيد أو يعني مع المشاهد كتير من في المسلسل كلها كانت بتدور حوالين السعيد أكثر تمام تمام نبصي احنا طبعاً جزء من دراستنا في معظم مشرحية أو دراست أي ممثل سواء في كليات أداب أخسام المسرح بياخد ورشة ورشة تمثيل متخصصة جزء من دراستنا كان الحرفية حرفية الممثل هو ازاي تنقل من حالة لحالة من حالة لحالة أكيد ازاي تنقل دي طبعاً دي مادة أساسية في معهد ومسرحية ومادة لمشروع وتخرج يعني قصة كبيرة أكيد وجزء من دراستنا وطبعاً بيبقى في صعوبة لازم الممثل يتغلب على الصعوبات دي وفي صعوبات أكبر بقى من أنه الواحد يبقى بيخرج من شخصية يروح يصور بشخصية تانية في مسلسل تاني الممثل بني آدم عنده ظروف عنده حياة اتماعية عنده مشاكل خاصة لازم ينسلخ من كل المشاكل دي لأن انت في النهاية عندك شخصية تالتة شخصية دي عبدالخالق لازم أنسلخ منها ومن مشاكلها ومن أيا كانت ظروف الملوش علاقة بقى أنا عندي حالة وفاة أنا عندي فرح أنا عندي حزن يعني حلاص وعندك أردارات وناس مرتبطة بيك أكيد هو العمل مش سهل عموماً خليني أقولك مبروك وبحييك على الدورين ومجهود كبير ومسلسلات فيها مجهود رائع بحييك عليها وبشكرك واتمنى لك التوفيق دايماً وسواء كنت هنا في ضرب نار أو كنت في سوق الكنت ومجهود كبير بيبذل الحقيقة في الأعمال الدرامية تعالوا نروح ليه عمل تاني لأنه يعني أنا لسه بقوله إحنا إنت الفرق بتفصل ما بين الشخصية زي إحنا بقى كمشاهدين بنفصل بالرموت كنترول أو نغير المحطة أو نفضل على منصة ووتشت نتفرج عليها حنروح على نشوف كده لما بنتكلم على فنانين كمان كبار في الدراما وإحنا بنتابع كده على الشاشة الدرامية بنلاقي طبعاً إنه في بصمات كتير مختلفة والناس بتحاول وجودهم أساساً هم بيثري الأدوار وبيدي للأدوار قوة وأحياناً تلاقي الممثل ده اللي هو الخبرة والكارزمة كلمة بس منه على الشاشة أو أحياناً لمحة أو نظرة عين يعني هو ده الممثل المحترف يعني مش بالضرورة يتكلم أحياناً في ممثلين ممكن المشهد يبقى قليل لكن نظرات عينه هي فيها الحوار والكلام ده اللي دار تماماً مع الفنانة مديحة البكري وإنتوا عارفين مين مديحة هي ستة لطيفة جداً على الطبيعة ولكن في جعفر العمدة يعني زوجة حمدها فاتحالة ومش سهلة يعني هي في ظهر ولادها المهم أنه يجيب الحق ستة يعني قلبها تكسر طبعاً على مقتل ابنها يوسف والحزن تحول عندها إلى نوع من أنواع الثقر والشر ورغبة طول الوقت في الانتقام الفنانة مديحة البكري مساء الخير مساء الخير أنا طبعاً بشوفك أحياناً كتير في المشهد مش بس بتتكلمي بس عينك أحياناً بتقول حاجات كتير جداً وده بيبقى مهم أن الفنان يجيب توصيله ما هو التنسيب العيون ده صعبه برضو يعني التنسيب العيون ده يرفوش كسب يعني أكيد أبريد يصل يعني طب قوليني أنتو عائلة فتحالة طبعاً لما بتدخلوا اللوكيشن دي عائلة الشر الكواليس عملة إزاي؟ يعني في عائلة جعفر العمدة بستاته بحاله وأنتو العائلة التانية اللي هي عملة التوازن جوه المسلسل بتتكلموا مع بعض ولا بتحاولوا تخلوا إنه كأنكوا فعلاً مختلفين عشان تفضل المشاهد قوية بالعكس نتكلم بعض واحد أصحاب جداً كلنا يعني أيوة بتكلموا بعض آيدي حتى إذني المفروض دكتور أحمد عبدالله اللي هو كارم وأنتو إيه مش معقريني ليه أنا مش تتنقهم وأنا أقولوا أنت أبنا العاق على فكرة كارم موجود معنا النهار ده وأنا هعقله يوقف شوية الانتقام بقى خلاص دخلين على آخر العيد يعني عايزين نعيد من غير انتقام أيوة أكيد طيب أنتو لأن الأدوار الحقيقة بتطلعوا في المشهد أحياناً يعني فنانة مديحة أنت بتطلعي في المشهد ومعاكي ابنك كارم ومعاكي فتح الله يعني أنتو التلاتة تقريباً في مشاهد كتيرة بتجمعكم حصل بروفات خاصة ما بينكم طول الوقت كعيلة؟ حصل إيه سوري؟ حصل بروفات خاصة يعني لا بروفات تقالينا كلنا كلكم يعني قبل المشاهد بنقعد كلنا كده راون كده عاكي الشارع للتحافي دوت اللي هو الخارجي في المنزل الإنتاج في حرفة حرفة سيدة زينة فبنقعد كلنا معناه أساس محمد ثاني بيوجه لنا كلنا عنا كتاميه كذا وكتاميه كذا وكتاميه كذا وكتاميه كذا أيوة وفي حاجات بيشيلها وفي حاجات بيحطة حتى طبعاً هو المؤلف يقول لها كل المسائزة وليلي أصعب المشاهد بالنسبة لك كانت إيه يعني حتى لو مش 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 عامة كتير جداً وكأنها في ساحة السيدة زينب إيه أصعب المشاهد اللي كانت موجودة المعارك كانت صعبة جداً كل مشهد في الحارة دي كانت صعبة جداً احنا كنا نصور داكت حالة ربعة في عز البلج يعني من 7 يناير لغاية وعن 60 يناير مثلا اه انتوا بدأتوا تصوير بدري وده اجمل حاجة في المسلسل ده لا احنا بدأنا قبل كده مشهد يعني طالعا زينزانة وبعدين بعد كده اخذنا بس شوية وكننا اخذت بقى في نوفمبر يعني جاء تعطلنا وقفنا شوية وما راحوا والبنان صوروا في البنان وبعدين صورنا بقى كلي حالة بقى رجعتوا تاني طب انا عايزة اقولك حاجة بقى ستة مديحة ما تقوللنا ايه اللي هيحصل كده خلاص لا فاضل يومي لا مش حاول طبعا ما تقوللنا كده وتدينا اي حاجة وتطلعي طيبة طيبة حتى في التاسعة تطلعي طيبة شوية عندكم احمد عبدالله احمد عبدالله ما شوف بقى بس يعني ما تحاوليش كويس انت مش موجودة معاه عشان هو دايما متأثر بيكي برضو واموما انا بشكرك شكرا جزيلا ومسلسل ده نجح لانه في ممثلين الحقيقة كتيبة كده كلهم حقيقة اداروا المشاهد باقتدار فاننا مديحة البكري بشكرك شكرا جزيلا عن دورها في مسلسل العمدة وعائلة فتح الله زي ما انتم شايفين يعني بجد الاعمال كلها بتدي قوة والناس كلها يعني بتحاول تقدم احسن ما عندها تعالوا ناخد فاصل ونرجع نكمل كلامنا واخبارنا في التاسعة ارجوكم ابقوا معنا جعفر العمدة العيلة اللي مدوخة المسلسل كله عينة فتح الله عيلة كلها يا بتتأمر على الشر يا الانتقام يا قاعدين بس يفتحوا البلكونة ويشوفوا جعفر بيعمل ايه وهم حيعملوا قررت ان انا جيب المشاكس الكبير اللي موجود ابنهم الفنان احمد عبدالله او كارم طبعا امه كانت موجودة معي على التليفون الفنانة مدزيحة البكري لكن انا قررت اشوف ايه الحكاية النهاردة كمان كانوا الحقيقة مكشوفين جدا في الحلقة على الهواء خليني ارحب بيه مش عارفة اقولك مساء الخير الفنان احمد عبدالله ولا اقولك دكتور احمد عبدالله لا خليها الفنان بقى الفنان اه يعني الفنان انا طبعا سعيد جدا 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 ان انا معك النهاردة ومفصوط قوي و اول ما عرفت ان انا هكون موجود معك شكلك طيب والله يا كام يعني كارم شكلك طيب و انه حلال يعني و ما فيش شر قوي هو اعتقد ان هو ده انك بتنجاح انك تفصلي ما بين الشخصية الحياية وتعملي شخصية مختلفة تماما عن الواقع بتاعك انت كنت انتخن نفسك شوية في المسلسل كنت انتخن نفسي شوية كنت مغير كبر الدقن شوية كبر الدقن و مخليها سودة قوي و عامل حلقة اللي هو بجنابنا كانت حتى يعني والدتي ما طول الوقت شايفة الحلقة دي متدايق منها جدا يعني مش متخيلة يا ابني ده مش يعني مش دكتور ده و كانت عايزة دايما ما كانش بتقولك يا ابني ما تعملش كده يا ابني ما انت معندك ام بتشجعك على الانتقام طول الوقت في المسلسل و قمك الحقيقية اكيد مدايقة جدا اه طبعا كانت طول الوقت لا لا مش يعني انا كنت مغير الشكل و قعدت ست شهور مغيره اه يعني كان و كان ده اهم حاجة في فكرة التمثيل نفسه ان الواحد لو بص في المراية لقى نفسه هو احمد عبدالله مش هيبقى ماسك الدور كويس فكان من اهم حاجة عندي ان اعنا اشتغل على الشكل الخارجي للشخصية دي عشان تخرج بكارم عشان اخرج بكارم مش عايزة بص في المراية اشوف احمد عبدالله عايزة شوف كارم فشفته كده شفته و كان الاخ الاصغر للعائلة المشاكسة دي اه بس مش سهل لا 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 ما بيبطلش برضو انتقام هو لانه هو محمل هو طول الوقت هو فوق اتفاجئ انه هو في الحياة لوحده يتمل الانتقام اخواته الانتقام حلقة النهاردة هنستخدم بقى اسم ضرب نار المسلسل التاني اللي كله برضو تسويق كان ضرب نار النهاردة في الحلقة دي مشهد ده صعب وجعفر عمل لكه كمين كمين بالضبط طبعا المشهد ده كان من اهم المشهد حتى ايمان العاصل نفسك يتكلم تقولي المشهد ده يعني كان معمول كنا متوترين جدا 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 لانه هو المشهد اللي فيه بتظهر دلال فيها كل يعني شيطانتها والسواد اللي جواه بتكمل ده بتقوله في المشهد انا عملت كل حاجة وحشة خليني بقى قفلها يعني خليني انا فضل خليني اعمل القفل الصح يعني اعملت كل حاجة فضل القتل فانا عايز اعمل دي في وجود انا وشوقي بالرغم ان احنا برضو الى حد ما جوانا شيطانا يعني ما برضو بس يمكن عشان مش متخيلين دي اختكو النعمة الجميلة طبعا ما احناش متخيلين مش متخيلين احنا هي كانت قالت لنا قبل كده ان هي اللي عملت ده بس هتوصل للقتل يعني ده الفكرة لما قلت لكم في احد المشاهد انه انا اللي عملت انا عملت ده وبلال شامع الرياكشن عندكم ما كنتوش مصدقين طبعا يعني فكرة حتى انه الشرير احيانا يفضل متصور ان اهل بيته لا طيبين وجمال هو شرير لوحده بالظبط لكن هما لا هو الفكرة كلها انه هما عشان هما عندهم شر بس مش اسكية يعني هما في النهاية ما بيفكروش هما الفجورة في الخصومة اللي هو اذا خاصة مفجر يعني هي دي اللي بتقود شوقي وكارم يعني هما لو يفكروا في اي ثانية مش هيعملوا فيه تصرفات كتير المشهد ده كان صعب طبعا طبعا كان صعب جدا لان انت في النهاية انت اصعب تمثيل هو التمثيل في الصامت يعني انت مش مدياني جمع الحوارية اقولها وعايزاني اعبر كل مشاعري بتبقى موجودة على وشي فكان كان اصعب حاجة في المشهد ده ان هي ايمان اللي بتتكلم وشوقي وكارم عاوزين يعبروا عن صدمتهم ده ده 19 سنة انت بتسمعي سر استمر 19 سنة وهم لا يتخيلوا ابدا ان ممكن تكون دلال هي اللي عملت دلال هي اللي وراء طيب خليني ارجع للدكتور احمد عبدالله يعني انت كطبيب وبقالك فترة عايز تمثل المسلسل ده عملك شعبية جديدة اه الحمد لله يعني احساسك كده ندي انطلاق نقطة جديدة هتطلع منها اه الحمد لله بص هو من كرم ربنا طبعا الحمد لله ان ان يجيلك فرصة في مشروع يكون كويس جدا السنائية بتاعت الستاذ محمد سامي مع النجم محمد رمضان دايما سنائية طرهني عليها وانتي مطمئنة يعني عملوا اعمال كبيرة جدا فكانت فرصة كويس قوي جمهور محمد رمضان جمهور يعني في المصر وفي الوطن العربي كله فكان الفرصة ان الواحد يتقدم بشكل احسن وبشكل اقوى وجماهير تشوفه اكتر كانت من خلال جعفر العمد فالحمد لله فان انت تطلع بقى يعني يعني تسيب شهادت الطب وتطلع بقى تنزل في كواليس جعفر العمد والله يا مدام شايفك يا معرفة يعني انا مش مخطط لحاجة لكن لسه هنسوف هنشوف لو تعرض عليك دور في انتقام وشرة تاني تعمله اعمله بصي انا يهمني في النهاية هو الدور مؤثر فيه دراما ولا ما فيش دراما يعني فيه في النهاية الدور بينديكي يعني انت لما تقري الاسكريبت بتاع الاستاذ محمد سامي والله يا مدام شايفكي اقسم بالله انت بتقري الاسكريبت الناس بتتحرك جوه افا انت شايفهم وانت بتقري شايف الناس شايف الاشخاص شايف الاشخاص والدك بقى لهو طريق النهري فنان كبير طبعا 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 اطيب منك طبعا يعني كان ممكن يبقى طيب عنكو وكان ممكن يحل المسألة لكن انتو شر بقى يعني مش بتسكوتوا عن الشر هو على فكرة هو حمد فتح الله مش طيب هو حمد فتح الله خايف لكن هو بدليل مش طيب بس هو الحص اللي بيخليه طيب طبعا طبعا استنى كده ما شوف معايا الفنان الكبير طارق النهري مساء الفل ألو مساء الفل عليك مساء النور يا استاذ اولا انت منور شاشة رمضان بتلت اعمال مش سهل انت برضو يا حبيبتي والله ده ربنا يخليكي ده يعني عارفة حالة شوق شديد جدا للفن وحالة شوق تمثيل وحالة ان انا اشتغل مع محمد ثاني ومحمد رمضان من تعودتي دي ده في حد ذاته قمة النجاح تمام العيب الوحيد في هذه الحكاية وثلاث عيال خلفتهم ثلاث عيال صعبين بس بقوله عليك انت عندك نزعة طيبة وكويس يعني ممكن مساءلة تتحل بيقول عليك لا انت مش طيب انت خايف وجبان صح كده لا خايف مش جبان الخايف انت بقى ليه اذاك تعليمه تربيه لأوه مش بتربي عشان تعرف ان دي عيال ما يفهاش تربيه الام مع الفتش تربيه ودي رسالة مهمة جدا من خلال هذا العمل ان الام اذا ربت وزرعت خير فأولادها هتحصد خير فيهم في المستقبل لانه كمان استيس طارق كان عندك مشاهد كتير يمكن في حلقات يمكن في النص الاولاني من رمضان وانت بتحاول تقوم في كاميرا تقول له بطل انت قام انت هتضيع زي اخوك انت هتعمل لكن هو برضو ما بيبطلش اه طبعا لانه ما بيسمعونش الكلام اتطيش الشباب وفتوانست الولاد اهل البلد والجدعانة بيخوك وفتحين سدرهم على الفاضي بالوقت اللي انا شايف فيه ان ما ينفعش ده عادي واحد زي جعفر العمدخ هي قوة وطبعا كدراما هي قوة لا يستهان بيها صحيح فانت بتجابه قوة ما ينفعش ما تفتحش سدرك قوي وانت عارف انك هتتضرب في الآخر طب قولي بقى عن عائلتك انت عندك عائلة جوة المسلسل عندك ولدين وبنت وولد توفى وعندك زوجة يعني انت كبير عائلة كبيرة جوة المسلسل كواليسكم كتعملت ازاي وعائلة كلها شر وانتقام ويتبرة مننا كنتم تعدوا ازاي جوة كواليس هقول لها بيك حاجة انا طبعا متبري منهم أساسا عشان بس نخلص من الوضوع انما الكواليس داخل العمل كان في حاجة غريبة جدا كانت عائلة جعفر العمدة كلها تقعد قدام مكتب جعفر وهم بيراجعوا المشاهد واحنا كعائلة فتح الله قاعدين قدام محلتها فعلا انا لسه كنت بقول لأستاذة مديحة على التليفون اكيد كنتم منفصلين في الكواليس عشان ده يدي برضو قوة بيخليك في حال التحفز على طول طبعا طبعا بنرمي الورق وانتهى بنصحابه حبيب وبنعود نضحك ايوة بس دي حلوة انه دول الاشرار اللي هم عايزين ينتقموا دول العيلة التانية فده يدي حافز كبير اه طبعا اه طبعا انا الحمد لله رب العالمين ان المسلسل ده عمل حالتين انا شفت فيهم نجاح في الشارع حكاية البحث عن الاطفال الضيعين ده اللي بدأوا يعملوه الشباب بدأ يهتم بهذا الموضوع عشان يعملوه ويدوروا على اهالي الاولاد المفقودين ده ده موضوع انا لتفصله فجأة على الفيس بوك لقيته موضوع كميل جدا ده هايل بلس اعادة لم شامل الاسرة المصرية اللي حصل ده ده شيء كميل قوي اكيد واهم حاجة بص يعني سواء العيلة اللي كلها انتقام الانتقام ما بيجيبش غير انتقام والشر بيجيب شر فكلما الناس تحاول تقلل الانتقام ده هيكون احسن اوعدنا كده بلقاء نتكلم فيه على الباقي الاعمال ان شاء الله انا عارف ان انت اضغط جدا انا في اشتياق للقاء حضرتك لانك استاذة الله يخلبي وفي اشتياق للقناة الاولى وجمال القناة الاولى يا اهلا وساحلا البيت مفتوح تعالى بس تعالى طارق النهري ونسيب فتحالة على البيت هنسيب فتحالة خالص وجايلكوا طارق النهري يا فندم يعني لازم نعمل احلى حلقة في الدنيا سلامي لكل الفنانين اللي كانوا معانا وسلامي لشعب مصر الكميل وبقولوكو كل سنة ومصطيبين من خلال القناة الاولى وكل سنة وحضرتك بايبة يا رب وحضرتك طيب وبالف خير مرسيا كان بيقولك مرسيا كان برضو اب طيب هجيلك حاج انا هخلص واجيلك حاج انا في المهندسين حاج هجيلك حاج اشكرك جدا الفنان طارق طيب العمل خلاص قارب على الانتهاء انت مع الناس ايه انت بقى دلوقتي بتتحرك والناس بتقول ايه من ضمن الحاجات اللي هو ما يعني لو ما لمستيش النجاح في الشارع احنا عايشين اجواء لا تتخيليها من الجمال والفار احلى تعليقات قولي تعليقات السوشيال ميديا تعليقات الناس احلى تعليقات في السوشيال ميديا اللي احنا عايشين فيها دلوقتي هو لما دلال قالت لكارم وشوقي فالأكشنات بتاعتهم يعني ده انت تطلعت اكتر مننا يعني الشيطان اكتر مننا تعليقات برضو اللي على السوشيال دايما ان هي بقت العيلة دي رمز للعيلة السيئة فلو واحد بيخطي بعضة بيقولها ده انا يعني تعالي ده انا عيلتي جميلة اوي ومحطين صور عيلة فتح الله اه اه يعني معناها كده العسل النهار ده برضو بعد ما قتلت بلال شامة فيا يا كارم يا كارم اجلي هاتنا جعفر يلحقنا يعني انا وشوقي عاوزين جعفر يلحقنا من الشيطانة دي اه منها هي منها هي طبعا التعليقات بقى الجميلة جدا ان هي بتاعت كل السوبر ماركتات وكل البرندات عاملة خصم 50% كل مصر ما عاد عيلة فتح الله يعني يعني اللي هو تمنى عيلة فتح الله انا كلمت منذر قلت له يعني لحلويات هناكل يابني ولا كحك انتم متعقبين يعني لبن هتمسوا رفعين ايدينا يعني عيلة فتح الله متعقبة من مصر كلها ده غير بقى طول الوقت يعني مثلا انت كان عندك مشهد بتاع خلويس لما يعني قلت له لما بعدت حد يقتله وبعدين كان هو كانت المعركة اللي بينه وبينه فبقول له خلويس يعني طول الوقت طبعا بياخدوا حاجات من المشاهد اللي حصلت وطول ما احنا ماشيين يعملوا فالفرحة يعني ما فيش مكان بنتقوله كواليس محمد رمضان التعامل معاكم وان تو وان عاملت زي جميل جدا 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 ما عندوش قدنى انت بتخش معا اللي واحد مش نجم نهائي وشخص بسيط جدا بيتعامل مع اي حد كما لو كان هو بيعمل مشهد يعني انا واخد دور كبير انا شوفته بيتعامل مع الناس اللي جاي تعمل مشهد بنفس الطريقة زمايل بيحاول دايما يضيف بيحاول دايما يوجه عاوزين نطلع المشهد وزي ما بقولك كده كان الكواليس بتاعت المسلسل كلها كانت من اجمل ما يمكن عشان كده ده ظهر على الشاشة اكيد اخر كلمة من كارم للجمهور من كارم للجمهور بص كده في الكاميرا اقول الجمهور حاجة عاوز تتوب توب رسالة اهم حاجة طبعا في الموضوع كله ان بلاش الغضب حاول تتحكم في غضبك يعني ما تفجرش اذا خصمت يعني لازم تتحكم في الغضب عشان الغضب من الحاجة تتاجد اخر كلمة تقولها الجعفر العمدة بعد المشهد ده مش هنسكت احنا في النهاية فاضل حلقتين ومش هنسكت برضه هنفضل نناكش فيك برضه شوية انا ما عرفكش كفية علاية كده اللينا ممكن تقول ليه لتقدر خلينا طيبين وحلوين وانساء الله تكمل في ادوار تانية بشكرك شكرا جزيلا نورتنا في التاسع والباب من هنا على فكرة على طول بشكرك شكرا جزيلا مشاهدينا طبعا الوقت بينتهي سريعا هنسيبكوا بقى تكملوا على شاشة الاولى مع باقي الاعمال الدرامية اللي بتشوفوها غدا نلتقي وغدا نكمل كلام كتير تصبحوا علاية في الخير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة